مره تانية هنبدأ اخبارنا بخبر عن منتخب الشباب مواريد 2005 اللي بتعادل مع المغرب اتنين اتنين في ختام بطولة شمال افريقيا المباراة طبعا كانت قوية جدا واستطاع المنتخب المغريب اتقادل بعدافين ثم عاد منتخب مصر وعمل ريمونتادة بالتعادل مع منتخب المغرب هو تعادل في مباراة اولى مع ليبيا وكسر بالجزائر وخسر في الجولة التانية او التالتة عفوا اربعة اتنين وفزع الجزائر بتلاتة ثم تعادل اليوم مع المغرب عايز اتكلم في منتخب الفين وخمسة اللي قدام حضراتكم في الصورة يعني بالتأكيد طبعا كلنا مع اي منتخب طالما بيحمل اسم مصر احنا بنتكلم للصالح العام وليس لنا اي مصلحة في اي شيء لكن احنا بندافع عن حقوق نادي الزمالك في قناة الزمالك ولما بنشوف حاجة بنقولها بدون التجريح وبدون التعرض لأي حد تقدرنا واحترامنا لكل الناس اللي شغالة في هذا المنتخب وربنا يوفقهم وكلنا معاهم وكلنا الحقيقة بنسردهم بشكل كبير جدا وربنا يوفقهم في الفترة القادمة بإذن الله لكن احنا لنا بعض الملاحظات لازم نقول هذه الملاحظات نمر واحد انا عندي المسابقة بتاعة الفين وخمسة في اسبوع العاشر انتهى الاسبوع العاشر والاسبوع القادم والاسبوع الحداشر اسبوع العاشر الترتيب كالقادي الزمالك 24 نقطة له 24 هدف وعليه 7 انبي التاني 24 نقطة له 24 وعليه 8 زد المركز التالت له 23 نقطة له 17 وعليه 9 هدف بحث سكندري 22 نقطة وله دف المركز الرابع له 17 وعليه 9 النادي الاهلي له الخامس له 21 نقطة له عنده 21 نقطة وله من الاهداف 26 وعليه 9 اهداف برنامج السادس بالترجت ما علينا يعني لكن انا النهاردة لما اجي زي ما قلت اقدرنا واحترامنا ليه كل الناس اللي شغالة واقل شيتوس والمجموعة اللي معاه بالتوفيق ليهم لكن برضو واقل انا عارف ان الفترة قصيرة واعترفنا فترة قصيرة فترة تحضير للدورة دي كانت صغيرة جدا اسبوع فقط في الاسماعيلية ثم بعد كده اربع خمس سنة ثم على كده الدورة لكن انا هتكلم على الاختيارات جماعة احنا عندنا لعيبة مميزة جدا في هذا السن هذا العمر السني الحقيقة انا ليه بعض الملاحظات على بعض اللعيبة اللي لم تختار بليش دعب الاختاره الاختارهم خلاص هو وجد نظره لكن انا ليه يعني يعني تعليق على اللعيبة اللي لم تختار لان اللعيبة اللي لم تختار اعتقد احنا بننعب بفاكوره ومرنا على مستوى عالي يعني على سبيل المثال هشام فؤاد ده راعب مساك 2005 ده حاليا في فريق الاول نادي الزمالك تخيلوا ده موجود مع الفريق الاول في نادي الزمالك طلعونا الصور يا جماعة مفضلكو بعد اذنكو علشان نعرف الناس ان فيه هناك بعض اللعيبة التي لم تنضم لم تنضم لم تنضم ليه المنتخب والحقيقة اللعيبة مؤثرة جدا ولعيبة جمدة جدا وعلى مستوى عالي جدا اولهم هشام فؤاد هشام فؤاد ده حاليا معتمة جمال لسبوع القابل الماضي ادي هشام فؤاد اهو بنتشرت نادي الزمالك اللي للتدريب مع الفريق الاول بنتمره مع فريق الاول ولعب مباراة مباراة ابو سليم او اعتقد واللي قابليها بتاعت اه 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 تود عنخ امون ده لعيب اهو صرته اه مع الفريق الاول في نادي الزمالك ده طبعا خماسي خلي بالكو وهو فاز مع الخماسي مش كده يا جماعة اهو هشام مع شيكبالا مع نضاي سامسون يعني السيسي مجموعة جميلة من اللعب ابو عب شايف اجيه لهم هو باينه من ورا مهم يعني ده اللي اللي بقول له حضراتكو عليه مع عواد طبعا اللي بقول له حضراتكو عليه ده لعيب مميز جدا ده مااتخدش ممتخب مصر ليه الله هو قعلم المساك اللي جنبه احمد مجدي احمد مجدي ده من اللعبة القوية جدا جدا واسأل اي مدرب على الكلام اللي انا بقوله اسأل أي مدرب على الكلام ده احمد مجدي من المساكين المميزين جدا يا كابتن واقل يا رياض انا عارف ان انت ما مساحتش الجمهورية اكتر بشكل كبير لكن كم من المفترض العيون اللي انت بعدتها تختار هؤلاء اللعيبة انا لقوا شكك في اللعيبة اللي اخدتها ده وجهة نظرك تحترم تعظيم سلام لكن انا بقولك من اخ اكبر اللعيبة دي ما تتسبش اللعيبة دي ما تتسبش وحتشوفها الفترة اللي جاية هم دول اللي حيلعبوا هم دول هيكونوا موجودين معاك اه 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 ازا كان هناك فير في الاختيار نيجي اللعيب التالت محمد ابراهيم باكي مين في افن وخمسة من البكات اللي تشرح قلبك باكي مين انا بتكلم لا ساعتقول لي دولي ومش دولي ده دولي نمرة واحد والاتنين اللي قبلي هزا الكلام اتنين لعيبة تلاتة لعيبة ممازين جدا 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 ادي صورته وبيتمرم مع الفريق الاول ايضا صعدة مؤخرا مع الفريق الاول ده محمد ابراهيم الباكي اللي مين انا ما بجيبش حاجة من عندي ده ما اتخدش المنتخب برضو دور الشرون افريقيا اللعيب التالت انا سوائل حاجة كده زي شكبالة هو شكبالة لعيب مميز لعيب برومسج لعيب واعد لعيب عنده قدرات فردية على مستوى الفردي حاجة قوية جدا ده ما اتخدش برضو متخب فين انا سوائل ادي انا سوائل فيه مين تاني يا جماعة ما فكروني ما عليش عشان انا يوسف احمد حسن لعيب نص ملعب اتقولنا يوسف احمد حسن اه ادي يوسف احمد حسن حاجة يعني ما شاء الله قوة جثمان لعيب مميز جدا ده ما اتخدش برضو المنتخب فيه بقى احمد الخضري شقيق الخضر الكبير عارفين الخضر الكبير اللي كانت معافر الاول الولد ده مسامينه عندنا كامافينجا عارفين كامافينجا بتاع الريال مدريد ده اشوال ديفندر حاجة كده زي بالزبط انا بكلمكم كلام كورة والله مش بك مش بكجني على حد ده برضو ما اتخدش المنتخب بتتكلم في خمس لعيبة احنا اتخذ من عندنا ارجع لي بقى تاني اتخذ من عندنا من زمالك تلت لعيبة فقط واحنا اول دوري وفيه اندي اتخذ منها تمانية تمن لعيبة والترتيب متأخر وفيه لعيبة اتخذ منها ما علينا انا 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 واثق ان واقل الرياض لما هيرجع من بطولة يا خلص تجمعنا اخر بطولة اخر مطلش مش كده ترتيب نحنا ايه التالت تمام منت عدلين وخسارة ومكسب طيب انا متأكد ان واقل لما هيرجع هيراجع نفسه وهيراجع حساباته بخصوص الخمس لعيبة دول لان دول انا بكلمكم متاه يستحق الانضمام لمنتخب مصر قولا واحد مش معقول ناخد ثلاثة لعيبة من فرقة متصدرة دوري حتى الان اسبوع لعشر واخد ثمانية من فرقة تانية في الخامس والسادس يعني بس انا اللي هتكلم على اسماء لعيبة ولا بين ولا سين ولا صاد لا انا بكلم في العموم وانا متأكد ان واقل الرياض لما هيرجع بالدور هيراجع نفسه وانت بقول لك شوف بنفسك يا واقل ما تعتمدش على مساعدينك شوف بنفسك شوف فرقة الزمالك ركز مع الزمالك بس لان دولها هيعدوك انا بقول لك نصيحة لان انا بحبك وانت عارف معزيتك عندي وانت لعيب انت فاكر طبعا القصة اللي حصلت في انضمامك لمصر المقصة وانا بقول لك اه انتصالات عفوا مصرية انتصالات وانا بقول لك اللعيبة دي هي اللي دي اللي هتساعدك بشكل كبير جدا فيما هو قادر